طبيعة العلم أسلوب العلم سنتعرف على أسلوب العلم عن طريق استعراض علم الآثار وما هو علم الآثار؟ هو العلم الذي يدرس الأدوات وما خلفته حضارات الإنسان وهو ينقسم إلى قسمين قسم يهتم بدراسة الإنسان الذي عاشه في فترة قبل تدوين التاريخ والفرع الآخر يركز على دراسة الحضارات التي ظهرت مع بداية تدوين التاريخ أو بعد تدوين التاريخ ونستطيع الاستفادة من التقنية في دراسة علم الآثار وما هي التقنية أو التكنولوجي؟ هي استعمال المعرفة العلمية لحصول على منتجات وأدوات جديدة نستفيد منها مثل ماذا؟ مثل الرادار والكاميرات والكمبيوتر وغيرها وفي علم الآثار أيضاً نستعمل عمليات الحفرة والتنقيب وفي هذه العمليات نستخدم التقنية فنستخدم الرادار لتحديد أفضل الأماكن للحفر نستخدم أدوات حفر مطورة ثم يصور العلماء بالكاميرات ما وجدوه أثناء الحفر واستفيدوا العلماء أيضاً هنا من الخرائط ولتوضيح مدى الانتشار الأفقي والعمودي للقطاع الأثرية وبعد أن يأخذوا العلماء القطع الأثرية من الحفر والتنقيب ينتقلون إلى العمل المختبري فمن العمل المختبري يقوم العلماء بتنظيف القطع وإجراء دراسات والتحليل الكيميائية للتوصل إلى العمر التقريبي للقطع الدرس الثاني في هذا الفصل هو حل المشكلات بطريقة علمية لطريقة العلمية خطوات أساسية لحل أي مشكلة وهذه الخطوات تبدأ بتعرف المشكلة فقبل حل أي مشكلة يجب أن نتعرف عليها وكيف نتعرف على المشكلة؟ عن طريق الملاحظة ونعني بالملاحظة الحصول على المعلومات لاستخدام الحواس والتي هي السمع والبصر واللمس وبعد الحصول على المعلومات يجب تدوينها لاستخدامها لاحقا وكثيرا ما تؤدي هذه الملاحظات إلى الوصول إلى استنتاجات بعد أن تعرفنا على المشكلة ولاحظناها نبدأ في تكوين الفرضيات لحل المشكلة وما هي الفرضية؟ الفرضية هي تخمين علمي عن كيفية ارتباط المتغيرات بعضها عن بعض فإذا بعد ما تعرفنا على المشكلة بواسطة الملاحظة نحاول تكوين فرضيات تربط جميع ما لاحظناه جميع المعطيات التي هي عندنا بعضها البعض لكن كما ذكرنا الفرضية هي تخمين أي أنه ليس أكيد وكيف أتأكد من الفرضيات؟ يجب علي اختبار هذه الفرضيات ولاختبار الفرضيات أقوم بتجربة وما الذي يجب أن أراعيه عند التخطيط للتجربة؟ يجب عند القيامة بالتجربة اختبار متغير واحد فقط والعوامل الأخرى يجب أن تبقى ثابتة ولذلك أسميها الثوابط وفي بعض التجارب قد نستعمل أحد العوامل للمقارنة أسميه العامل الضابط بعد أن خططت للتجربة سأقوم بإجراء التجربة وهنا يجب علي الانتباه جيدا لتدوين جميع البيانات وبعد أن جريت التجربة واختبرت الفرضيات الآن أقوم بتحليل البيانات ففي هذه الخطوة عند إجراء التجربة دونت الكثير من البيانات بهذه الخطوة أبدأ بتحليل البيانات تختلف بيانات كل تجربة علمية عن الأخرى وبعد تحليل البيانات نصل إلى خطوة استخلاص النتائج ثم التواصل والمقصود بالتواصل هنا هو نشر هذه التجربة العلمية التي قمت بها وهو ما يقوم به العلماء حيث ينشرون هذه التجربة بجميع تفاصيلها حيث يقومون بنشر هذه التجربة بجميع تفاصيلها إلى المجتمع العلمي حتى يقوم العلماء الآخرون بدراستها بإعادة التجربة للتأكيد على نتائج أو الإضافة إليها أو تحسينها وغير ذلك اشتركوا في القناة